هو هيختار أكيد هو قراره بس أنا هنصحه يروح زمالك إيه الدافع اللي هيخليه أنا كان عندي دافع أو عندي سبب ما كانش ولا هو السبب أن أنا شايف أن الأهل أحسن من زمالك خالص ولا كنت شايف السبب كان سبب مادي لأن قيمة العقد بتاعت الأهل كانت أقل حتى منادي المصري اللي أنا كنت فيه وكان فقط لغير أن أنا يكون عندي الفرصة الأكبر أن أكون موجودة في المتخب مصري فلا طبعا أنا هديره رأيي وهقول له لا تروح المكان اللي أنت تربيت فيه ما عندكش أي أسباب تخليك تروح أي مكان تانية هو أولاً من وراء صغير من وراء بلعب في أكدامية بتاعت بابا بدأت كلاعيب كورة بلعب ما كنتش بها في جول ما كنتش بحب بها في جول كنت لعيب عادي بس كنت جول أحسن شوية ولما جاء الوقت لها لازم أروح نادي أو لازم أروح ألعب فريق كويس أخطأ بابا قال لي يعيز تلعب للزمالك أو الأهلي بتقول له طبع للزمالك قال لي ليه ما كانش عندي سبب معين بس اللي هو أحب النادي يعني بحب النادي من صغير وعليها انتماء خاص عشان هو كمان زمالكوي ولازم أطلع يعني مش لازم بس اللي هو بتبقى أحسن لو طلبت زي لحد دلوقتي بس لو حد مثلا نزل لي بوست اللي هو أحمد نادر سيد ابن الكابتن نادر اللي بلعب في الزمالك وكده لازم لو شفت الكومنت مثلا تليم كلهم ابن كان بلعب في الزمالك ورح الأهلي الكلام ده لازم يتقل هم ده جمهور مصر هو ده اللي هيحصل ما فيهش كلام فيها بس في أول وآخر هو زمالكوي وعن الزمالكوي كلنا بنحب الزمالكي هي أكيد أضافت لبابا بطلات وكل حاجة بس أنا ما معتقدش لنا عمالها عشان هو محبش الفترة دي خالص ومش ندم عليها بس اللي هو ما نفعش نمكن الأهلي بفريق كبير طبعا بس بانتباعي للزمالك ما يخلينيش لنا عايز روي حلعة في الأهلي حتى لو زمالك مش عايزنا